في عام 2019 أصيبت المعلمة الهندية برتيبة حليم بنوع حاد من حم الضنك وزادت حالها سوءا بفعل الغرغرين التي استدعت بتر يدها اليمنى وبعد بضعة أسابيع اضطر الجراحون إلى بتر يدها اليسرى ثم كلا الساقين تحت الركبتين وكانت معاودة تدريس تلاميذها الدواء الشافي الذي مكنها من التغلب على هذه المحنة الرغيبة بقلم أو بقطعة تبشور تربطها بذراعها باتت برتيبة تتولى حاليا تدريس أطفال صغار في قرية كارهي النائية إلى الشرق من بومبي حيث الفرص التعليمية ضئيلة في عام 2020 عندما أقفلت المدارس أبوابها بسبب جائحة كوفيد-19 بدرت برتيبة إلى إعطاء دروس منزلية للتلاميذ الذين لا يملكوا ذوهم ما يكفي من الإمكانات لتوفر التعليم من بعد لهم ومع أن المدارس عاودت الدروس الحضورية قبل بضعة أشهر وضب أربعون طفلا من القرية على المشاركة في الدروس التي تعطيها برتيبة وكمعظم تلميذها تنتمي برتيبة حليم إلى فئة أديفازي التي تشمل كل قبائل سكان الهند الأصليين ويعاني المنتمون إلى هذه الفئة تمييزا عميقا ولا يشملهم الازدهار الاقتصادي للهند نظرا إلى كونهم يعيشون عموما في مناطق نائية ومنعزلة وتضطر عائلات كثيرة في كارهي إلى سحب أطفالها من المدارس لجعلهم يتفرغون للعمل